موسيقى الحاديات عشر الصباحا بتوقيت القاهرة موجزون لآخر الأخبار من قناة تن أهلا بكم يتوجه اليوم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمد شاكر إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الدورة التاسعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وذلك خلال الفترة من التاسعة وحتى الرابع عشر من يناير الجاري للمشاركة في اجتماعات وزراء الطاقة الأفارقة والتي تعقد على همش اجتماعات الجمعية وذلك بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي نشرت وكالة الأنباء السورية لقطات مصورة قالت إنها للتصدي لصواريخ معادية إسرائيلية أطلقت باتجاه محيط دمشق وقالت وكالة الأنباء السورية إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظمها مشيرة إلى أن نتائج العدوان اقتصرت على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولية لقي قيادي ميداني من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران حتفه مع عدد من عناصره وأفدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش اليمني تمكنت في عملية نوعية من قتل أحد قيادات الميليشيات الحوثية الميدانية في جبهة دم نخدير مع أربعة من مرافقيه كما تم جرح ستة آخرين فيما لذى البقية بالفرارة من جانب آخر أعلنت حالف العربي لدعم شرعية في اليمن تدمير شبكة اتصالات عسكرية لميليشيات الحوثي وكهف لخبراء أجانب للتحكم بالطائرات من دون طيار أصيب عدد من الأشخاص منذ قليل في انفجار داخل مخبز يقع في شارع تريفير في الدائرة التاسعة للعاصمة الفرنسية باريس وقالت الشرطة الفرنسية أن التصرب للغاز كان السبب وراء انفجار المخبز قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي أنه يجب انفاق الأموال على حماية الحدود وتأمينها وليس على بناء الجدران وأشار بيلوسي أن تأمين الحدود يأتي عن طريق استخدام التكنولوجيا والبنى التحتية الذكية التي تؤدي المهمة وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حمل في خطابه الأخير خصومه الضيم الديمقراطيين المسئولية عن الإغلاق الحكومية كما اتهمت ديمقراطيين بأنهم يرفضون تمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك الذي اعتبره يحفظ أمن الولايات المتحدة أعلنت البحرية الأمريكية أن قائد العمليات البحرية الأدميرال جون ريتشاردسون سيقوم بزيارة إلى الصين تبدأ غدا الأحد وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل يأتي ذلك في ظل تزايد التوترات بين البلدين في بحر الصين الجنوبية فضلا عن التوترات التجارية بينهما اكتاحت عاصفة شطوية شديدة منطقة جبال روكي والسهال الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تتجه شرقا وتوقعت هيئة القومية للأرصاد الجوية سقوط ثلوج يصل سمكها إلى 45 سنتيمترا في جبال سانجري دي كريستو جنوبية دينفر ومع توجه العاصمة شرقا من المحتمل سقوط ثلوج يصل سمكها إلى 41 سنتيمترا في غرب ميزوري وسانت لويس رياضيا يلتقي في التاسعة من مساء اليوم فريق الأهل لكرة القدم مع نظره في تاكلوب الكونغولية على ملعب برج العرب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدور أبطال أفريقيا وسط حضور جماهري قارب العشرة ألاف مشجع حيث يسعى المارد الأحمر إلى تحقيق أفضل بداية ممكنة بدور المجموعات من أجل السير بخطة ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة من أجل تأكيد قدرته على الفوز باللقب الأفريقي اختموا المجز في أمان الله